السلام عليكم ازايكم حباب قلبي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير قبل اي حاجة نصلى على رسول الله اللهم صلي وسلم وزيده وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى ايلي وصحبية اجمعي بازن الله النهاردة هنعمل مع بعض الحمام المحشي ونعمل جامب وسبانخ وشوية رز كده ابيض ان شاء الله الفيديو هيعجبك بس لو عجبك الفيديو حطيه لايك واشترك في القناة فعل زر الجرس عشان يوصلي القرل جديد انا بقدمه وان شاء الله الفيديو هيعجبك طبعا وايحة بقلبي الحمام بتاعي مخصول وزي الفل ومعايا برضو البصل بشرة ومعايا شوية رز نقعهم من بالليل ممكن انت تستبدل الرز بفريك لو متوفر عندك برضو تخسليه وتنقعيمه من بالليل عشان يبقى سهل معاك في التسوية ومعايا برضو الكبت والاوانس بتاعت الحمام مقطعها برضو تقطعات زغيرة كده مقعبات زغيرة علشان خاطر هحشي بيها ممكن انت تستبدلها بلحمة مفرومة اللي متوفر عندك استخدميه البهارات بتاعتي بقى معايا ملح وفلفل اسود وشوية كمون بس كده هما دول البهارات بتاعتي يلا بنا روح على البيتو جاس بقى ونشوف هنعمل ايه مع بعض طبعا يا حباب قلبي انا حطت هنا معلقة سمنة كبيرة وهجيب عليها بقى فصل مستيكا طبعا لا غنى عن فصل مستيكا بيدي طعم حلو جدا في الاكل بس حاجة بسيطة كده واحطوه معاو واعمل ايه بقى هسيب السمنة بتاعتي لحد ما تسخن شرية وبعد كده هحط لها الكباد والقونس بتاعتي عشان ياخدوا صدمة كده هحطوه معاو بسم الله وهقلبهم طبعا تتقلب على طول ايدك في الحل عشان خاطر ما ينزقش منك اهو بالشكل ده نزلت الميا بتاعتي واخدت اللون اللي انا عايزاه هحط دلوقتي عليها البصلة بتاعتي وهقلبهم برضو هخدهم تقلبة كده مع بعض بحس اللي البصلة بتاعتي برضو تاخد معايا لون بالشكل ده اهو وهحط الوقتي عليهم الرزد هقول بسم الله واحط الرزد بتاعي اهو والبهارات بتاعتي كمان هحطوهم عليها عشان كله ياخدوا يدي كده مع بعضه هجيب البهارات بتاعتي وحطوهم برضو بسم الله وهسيبهم بقى على النار كده ياخدوا يدوا كده مع بعض عشان خاطر انا عايزة الرزد معايا بقى مستوي شوية وهجب دلوقتي برضو شوية كده من الماء يصغيرين خالص وحطوهم عليها عشان خاطر يسابوا معايا الرزد عشان انا عايزة الرزد معايا يبقى نص سوى عشان يمحشي بيه الحمام يستيبوا معايا بسرعة بس هم شوية ماء صغيرين خالص بالشكل ده حطوهم عليهم وقلبهم واسبهم مع بعض لحد ما يشرب الماء طبعا واشرب الماء هو بقى زي الفل هشيلوا بقى في الطبق ده عشان هستخدم الحل عامل فيه على الشربة بتاعتي الحمام هستفهد من الخلطة اللي انا عملتها في دي هشيلوا دلوقتي معاكو طبعا انا شلتو معه حطة المية وحطت فعه البصلاية حطت فعه الرقبة بتاعتي الحمام بتاعي علشان خاطر هعمل فهم شوية الشربة بتاعي الحمام بس كده وهاجب بقى البهارات بتاعتي احطها برضو عليه وحطوه مع النار يغلو مع بعض كده ياخدو يدو طبعا بهارات بتاعتي ولق لوري وفلفل اسود وحبان مطحون علي فلفل اسود انا بحب كده طحن الحبان علي شوية كده من فلفل اسود بيدي طعمه ببقى معايا حلو احطوهم دلوقتي على النار لحد ما يغلو مع بعض ويلا بنا نعمل مع بعض السبانخ طبعا يا حبايا بقلبي انا هعمل معاكو دلوقتي السبانخ بتاعتي سهلة جدا وبتاخدش حاجة وتعمها حلو انا معايا السبانخ بتاعتي دي متقطعة التقطع دي مخسولة ومقطعها ومعايا الحمص بتاعي ده حمص انا بروح من عند اللي عطار كده بقول له عايزة حمص بجيبه وانا اعمل باللين علشان خاطر يبقى معايا مستوي ومعايا الخضرة بتاعتي بتبقى كسبرة وشبت بس كده ومعايا في الحل هنا بصلايا مخارطاها ومعايا معلقة سمنة وشوية الطماطم بتوعي كنت انا سلقى طماطم ودربتها في الخلاط معايا واد البصلايا ومعايا السمنة بتوعي هسيبهم بقى على النار لحد ما السمنة تسيح والبصلايا ايه تحمر معايا شوية هاعد اقلب بقى في البصلايا كده لحد ما لونها يتبل البصلايا تتبل معايا ولونها كده ايه يحمر معايا شوية طبعا هو كده خلط اللون اللي انا عايزة ودبلت معايا اهي كده شكلها هاجيب بقى الاستبانخ بتاعتي اقول بسم الله واخد شوية كده وحطهم في الحلة بسم الله انا هاعد اعمل كده لحد ما استبانخ بتاعتي تهبط في قلب الحلة بالشكل ده اهو شوية بشوية كده لحد ما تهبط معايا بس كده طبعا يا هباب قلبي اهيه تهبطت بالشكل ده اهو هاجيب بقى الحموس بتاعي كده هقول بسم الله وحطه عليها طبعا انا هحط الحموس بتاعي بعد اول شوية انا حطتهم وهبطوا معايا علشان خاطر الميا اللي هتنزل من الاستبانخ هي دي اللي هتسوي معايا الحموس هقول بقى بسم الله كده هحطهم هنزل كل الحموس بتاعي اهو وهاخدوا كده تقليبا مع بعض هقلب السبانخ كده مع الحموس وهحط عليهم شوية كمان من السبانخ هفضل احط شوية بشوية من السبانخ لحد ما تهبط معايا خالص وخلص كمية السبانخ بتاعتي هقول بقى بسم الله كده هحط اهو بالشكل ده طبعا الحموس بيدي طعم حلو جدا في السبانخ ويبقى طعمه كده حل بس كده هغطع ريبا لحد ما خلص الكمية بتاعتي طبعا رايحة بقى بقلبي انا خلصت كمية السبانخ كلها ونزلت كده الميا بتاعتها وبستو اهي بتاكي على الحموسية كده بتتهري معايا بقى هي كده خلاص تمام هنزل عليها بقى بالطماطم بسم الله حط عليها الطماطم بتاعتي كلها وهاخدهم كده تقليبا مع بعض وهسيبهم ياخدوا يدوا كده مع بعض شوية يمكن تلات اربع غلوات كده وبعد كده نشوف هنحط لهم ايه تاني خلوكم معايا طبعا اهي حباب قلبي كانت غلية مع بعض شوية هحط لها الوقت الملح وهحط لها الفلفل السود هي السبانخ مبتحتاجش للملح وفلفل اسود بس كده وهحط لها دلوقت الخضرة بتاعتي برضو هقول بسم الله كده هحطهم اهو وهاخدهم تقليبا كده مع بعض وهسيبهم برضو يغلوا غلواتين تلاتة كده عشان خاطر الخضرة بتاعتي تستوي مع السبانخ والسلسل اللي انا حطتها بالشكل ده اهو اما حاجة قلبي كويس طبعا يا حباب قلبي انا قلبي بتاعوا سيبتهم بعد ما تغلي كده غلواتين تلاتة اربعة ودلوقتي انا هعمل بقى معاكم طومة كده دي بتدها ريحة وطعم برضو زيادة بيبقى كده طعمها حلوة وراحتها حلوة دي في الاخر خالص بعد ما السبانخ بتستوي وتخلص معنا بنعمل الخطوة دي بس انا حجبت كم فصل طوم كده ودقتهم في الهون وحطت معهم معلقة سمنة وهشوحهم كده لحد ما ايه يلونهم يغير معايا شوية اما حاجة الطوم ما يحمرش منك عشان خاطر ما يمررش لو الطوم حمر منك هيمرر معيك بس بالشكل ده اهو هو كده بقوا معايا زي الفل وتمام هحطهم دلوقتي على الاستبانخ بسم الله اهو هاخد كده شوية برضو استبانخ من الحلة كده وحطهم بصتوا الريحة بقى كانت طلع ريحة فضيعة والطعم مش عايزة اقول لكم ان شاء الله يعجبكو هاخدها بقى تقلبة كده واسبهم يغلوا مع بعض بس ضبط غلوتين كده وهطفع عليها وكده السبانخ بتاعتي بقت زي الفل وتمام ومش محتاجة معايا اي حاجة بقى كده اللي اغرفها على طول على الاكل يلا انا ها بقى هنروح نعمل مع بعض دلوقتي نحشي ازاي الحمام هوريكو انا بحشي ازاي طبعا اي حبايب قلبي انا هنحشي مع بعض اهو هقول بسم الله كده وافتح الحمام بتاعتي واحشيها بالشكل ده اهو حاول اللي انت ما يبقاش الحشوة كتير جواها علشان خاطر هتزيد معانا فما تخرجش مني الحشوة وهجيب الرجل بتاعتها كده واقفلها بالشكل ده داخلها في الفتحة بتاعتها دي بالشكل ده اهو وهجيب الرجل التانية برضو وهدخلها برضو من الجنب ده بحيث اللي انا اقفلها كده وكده كده احنا هنقفلها بالابرة والخيط هاجي برضو من عند الرقابتها كده من عنده صدور وافتحها كده واخد كده من الحشوة بتاعتي واحشيها بالشكل ده اهو طبعا انا كنت خلصتها اهي تمام بقت معايا زي الفلة هسيبها بقى واكمل بقية الحمام بتاعي طبعا خلصتها وقفلتها بالخيط من فوق بس بقفلها من الخيط من فوق من الطرف قوي عشان خاطر اسيب لها مسافة عشان اعمل احطها في المية هتزيد وقفلتها برضو من تحت وجيت من الجنب كده غرستها بالسكينة كده شوية عشان خاطر الرز من جواه يستوي لما تدخل جهة يستوي طبعا هو الحمام كان استوعه معايا شوفوه بسم الله ما شاء الله شكله حلو جدا دلوقتي هنحمره مع بعض في الزيت هحمره ووره لكم طبعا يا حباب قلبي انا حمرته هو بسم الله ما شاء الله واستبانخ بتاعتي اهيات والرز التاعي يا ربي باقي اعجبكو لو عجبك الفيديو حطيلك واشترك في القناة فعل زر الجرس واسبكو في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته